موسى البلوشي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية في مسال إمارات مسال ورد أستاذة ليلى يا هلا ومرحبا هلا والله أستاذة ليلى طبعا ندري نحن معروف أن موضوع تصفير بيروقراطية أصلها كلمة بيرو معناها مكتب بالفرنسي أي بتخفيض أو تصفير أي أعمال مكتبية إلى الصفر في وزارة الطاقة كيف بتيتوا أنكم تنجزون تصفير هذه المعاملات المكتبية تحت عنوان تصفير البيروقراطية نحن في وزارة الطاقة والبنية التحتية فعليا بدأنا في منتصف شهر مارس من سنة 2024 شكلنا لجنة عليا لتصفير البيروقراطية كانت شغلت هذه اللجنة بشكل دوري تحدد المستهدفات وتابع فرق العمل أنا استضفتوني قبل ثلاث شهور إذا تذكرين اتكلمت عن باقة منزلي لله الحمد وزارة الطاقة والبنية التحتية اليوم تعتبر من أوائل الجهات التي صفرت البيروقراطية وقبل ثلاث شهور أعلننا عن باقة منزلي التي تحتوي على حزمة من الخدمات الإسكانية اليوم أنا متواجدة إياكم عشان أكشف لكم المزيد من الإنجازات الاستثنائية التي تم تحقيقها ضمن عمل فرق تصفير البيروقراطية في وزارة الطاقة والبنية التحتية وبالتالي شو هي عدد الخدمات التي استجدت عليكم من ثلاث شهر لين اليوم؟ نحن في باقة منزلي مثل ما قلت قبل استهدفنا 18 خدمة إسكانية 10 خدمات تابعين لوزارة الطاقة والبنية التحتية وثمان خدمات للجهات الحكومية الأخرى لداخلين ويانا شركائنا الاستراتيجيين بالإضافة إلى ذلك استهدفنا 20 إجراء وخدمة مرتبطة بقطاعات وزارة الطاقة والبنية التحتية لله الحمد خلال فترة قياسية نحن الغينا 745 ألف إجراء وهاي نتاج 53 عملية ربط مع الجهات الاتحادية ومع الحكومة المحلية وأيضا مع القطاع الخاص هل من تحديات؟ تتكلمين عن أرقام بيئة آلاف لمعاملات يعني انتهت هل واجهتكم عقبات أو تحديات لهذا الإنجاز؟ شوفي خديجة دائما إذا تحطين هدف طموح جدا أكيد بتواجهنا التحديات لكن نحن علمونا القيادة دائما كيف نتعامل مع هذه التحديات ونحولها فرص نتعلم منها وزارة الطاقة والبنية التحتية معروفة من الوزارات التي متشعبة في اختصاصاتها تخيلين نحن كجهة نحن مسؤولين عن تنظيم الكهرباء والماء البترول الغاز الثروة المعدنية تنظيم النقل البري والبحري ومسؤولين عن مشاريع البنية التحتية من خلال إنشاء وصيانة الطرق الجسور المباني الاتحادية السدود بالإضافة إلى ملف الإسكان أول تحدي واجهنا إن شو هي العمليات اللي راح نستهدفها؟ هل نركز على الخدمات اللي نقدمها للمجتمع مثل خدمات إسكانية؟ ولا نركز على قطاع التشييد والبناء اللي نقدم فيها خدمات للمقاولين والاستشاريين التشييد والبناء ساهم في الناتج المحلي أكثر من أمية مليار درهم ولا نركز على قطاع النقل البري والبحري اللي سويناه نحن في وزارة الطاقة والبنية التحتية استحدثنا أداة سميناها رادار البيروقراطية أسقطنا المعايير المهمة وحطينا كل عملياتنا 770 إجراء وعملية فالترنا وحددنا أولوياتنا الحمد لله اليوم نحن في وزارة الطاقة والبنية التحتية عارفين أولوياتنا المرحلة الأولى والثانية والثالثة وكان عندنا دعم كبير من مكتب رأس مسل الوزراء هذا النموذج اللي نحن استحدثناه في الوزارة تم تعميمه على جميع الجهات الاتحادية في الملتقى الأول لتصفير البيروقراطية هذا كان التحدي الأول فيه تحدي ثاني والأخير اليوم إذا كانت مستهدفاتنا طموحة فنحن كنا محتاجين نربط مع شركائنا الاستراتيجين فعندنا فريق خاص بالبيانات أطلقوا مشروع تحولي سموا جسر البيانات ربطوا مع 37 جهة حكومية اتحادية ومحلية وقطع خاص فهذه التحديات نحن تعاملنا معهم الحمد لله مع هذه التحديات بكل مرونة جميل يعني ما شاء الله أنتوا ماسكين النشاط الحيوي من المجتمع ماسكين البنية التحتية للمجتمع والإسكان من المجتمع هذه المؤشرات كلها أستاذة ليلى كيف ترفع خلينا نقول معدل مؤشر السعادة عند المقيمين والمواطنين في دولة الإمارات اليوم مثلا إذا نحن صفرنا البيروقراطية في خدمات الطرق الاتحادية فأكيد هذه راح تساهم في رفع جودة الطرق اليوم لله الحمد دولة الإمارات محقق المركز الأول في سعادة المجتمع على الطرق السريعة لما نصفر البيروقراطية في خدمات الإسكان هذه راح تساهم في تحقيق الأولويات الوطنية لله الحمد اليوم وصل نسبة تملك المواطنين المسكن في دولة الإمارات 91% التي تعتبر ثاني أعلى نسبة عالميا جميل ماذا عن المخرجات لهذا البرنامج؟ اليوم لله الحمد نحن بعد هذا الجهد حققنا العديد من الإنجازات والنجاحات على سبيل المثال نحن لغينا 745 ألف إجراء بخلال فترة قياسية خلال ستة شهور وأيضا قللنا نسبة المستندات 32% قللنا المدد الزمنية للخدمات تقريبا 67% وفرنا على المتعاملين 21 مليون ساعة على متعامل وزارة الطاقة والبنية التحتية وفرنا التكلفة على المتعاملين 157 مليون درهم يوم سألتك بديتي جوابك قلتي لحد الآن إلى الآن وصلنا لهذه النسب ليش الأهداف أن نصل لأي نسبة؟ ومتى بتوقعتش هو تصفير ولكن متى بتوقعتش؟ عمليات التصفير مستمرة في وزارة الطاقة والبنية التحتية نحن خلصنا آخر عملية التصفير تاريخ 39 ولكن وزارة الطاقة والبنية التحتية شغالة الآن على مشروع استراتيجي مستهدفين فيه نحن 250 إجراء رح نصفر فيها البيرقراطية بإذن الله هاي رح تكون الحزمة الثانية إن شاء الله تم أخذ بعين الاعتبار والمتابعة مع خلنا نقول للموظفين والعاملين أن تتحقق كل احتياجاتهم مع تصفير البيرقراطية إن كانت المعاملات اللي يحتاجونها حياتهم الروتينية اليومية يعني صار في متابعة بأن مع موضوع تصفير بيرقراطية بس الاحتياجات مستمرة؟ نعم نحن أول قاعدة أخذناها بعين الاعتبار نحن كلما أشركنا المعنيين هذا رح يساعدنا في تحقيق مستهدفاتنا جميل فتخيل أي خديجة نحن أول لقاء سوينا أشركنا 113 موظف أوكي من البداية في التصميم بعد ما صممنا هاي أخذينا الفيدباك من الموظفين وحطينا أفكارنا قاعدنا مع جميع المعنيين سواء المتعاملين أو شركاءنا نسقنا معاهم بالنسبة للمتعاملين نحن عقدنا عدة جلسات ومتعاملين في البداية سمعنا منهم شو ملاحظاتهم المرحلة الثانية كانت بعد تصميم هذه الأفكار